في خبر عاجل الآن جريم القتل وقعت في لبنان وتحديداً في منطقة عجلتون الضحية هي جوسلين الزغبي شابة عمرها 41 عام وهي أم لسلاسة أطفال كتلت على يد خادمتها من الجنسية الكاميرونية وأما عن أحداث الجريمة وقعت أثناء محاولة الخادمة المجرمة فتح الخزانة الخاصة بالضحية لسرقة جواز السفر وأثناء محاولة فتح الخزانة الضحية تفاجأت بسرقة وحدثت مشادة كلامية بينهم وقامت المجرمة بتعنها بالسكين عدة طعنات وبعدها قامت بخنقا بشريط لف من آلة كهربائية مما أدى إلى قتلها على الفور وقد حضرت القوة الأمنية وباشرة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادثة من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطبيب الشرعي قام بتعيين الجثة وتبين أنها مصابة بتعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسدها وتم نقلها إلى مستشفة ألسان جورش في عجلته نسألكم في التعليقات الدعاء للضحية بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون